نعم محمود هناك طبعا تحركات وهناك تجديدات وإجراءات أمنية مشددة من حرص الحدود والقوات المسلحة والجيش الأردني الذي يعمل دائما على رد وكبح جماح المهربين من مهربين أسلحة ومهربين المواد المخدرة التي تأتي من العمق السوري مباشرة إلى هذه المنطقة نحن الآن على نقطة تماس قريبة جدا كما نتابع في هذه المنطقة الأردن أعلن عن تغيير قواعد الاشتباك كما ننظر من هنا تبدأ عمليات حرص الحدود الأردنية التي تبدأ من هنا لمتابعة العديد من العمليات التي تحاول إدخال المخدرات إلى الأراضي الأردنية وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها الأراضي السورية خلال العشر سنوات الماضية الجيش الأردني غير من قواعد الاشتباك من هنا تبدأ هذه العمليات للجيش الأردني الذي أعلن بأن منذ عودة وتطوير وتحديث عمليات الاشتباك ما بين الجيش والمهربين مقتل ثلاثين مهرب قاموا بمحاولات متعددة لاختراق الحدود الأردنية لإدخال الأسلحة والمخدرات وهناك العديد من العمليات التي سيعلن عنها الجيش ربما في الأيام القادمة لتحديث المنظومة وتحديث حماية الحدود الأردنية وعدم السماح للمهربين من الأسلحة وربما هناك المخدرات والميليشيات التي تحاول إقامة وإدخال وإحامة المخدرات والأسلحة بعمليات منظمة إلى الأراضي الأردنية دعني أتحول